آخر خبر قبل ما نخرج فاصل النهاردة المتحدة الخدمات الإعلامية أعلنت الحقيقة خبر مهم أنها تتبرع بصافي عوائد مهرجان العالمين لمبادرة حياة كريمة والحين ده خبر مهم جداً أولاً المهرجان ده مهرجان يهدف أساساً للترويج للسياحة ووضع المدينة على الخارطة السياحية وأيضاً زيادة فرص للسصمار وفرص العمل وغيره لكن الحقيقة أنه التبرع بالعوائد لمبادرة حياة كريمة ده خبر بالنسبة لي مهم جداً لأنه هذه المبادرة تحتاج إلى كل الدعم الفلوس دي هناخدها نوديها لمن يستحقها والمبادرة دي جزء من عمل الدولة لـ 58 مليون مواطن يسكنون في الريف تريد الدولة أن تحسن حياتهم فده الحقيقة خبر أنا شايفة أنه ممتاز من المتحدة ومبادرة ممتازة من المتحدة عايزة أقول أنه السنة دي يمكن من أكتر السنين اللي أنا شفت فيها سياح من الأشقاء العرب موجودين في السحل الشمالي أنا سعيدة جداً بدا أنا سعيدة جداً أنا رحت أماكن كتيرة فنادق كتيرة زورت أماكن كلها ممتلئة بالأشقاء العرب بتسألهم عاملين إيه؟ سعداء سعدة بلغة واحدة منهم قالت لي أنا حاسة أن أنا في مكان أحلم المالديمس أنا كل واحدة تانية قالت لي أنا كل سنة بروح كان ونيس والكودازير لا 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 مش هروح أنا عايزة أاجي عندكم في الساحل في العالمين في الساحل الشمالي في كل بقاعه أنتوا عندكم روح أنتوا عندكم الناس حلوة أنتوا عندكم أحلى طبعاً بحر في الدنيا يعني برغم الحاجات اللي عاصلت لكن أحلى بحر في الدنيا فأنا سعيدة جداً بوجودهم وسعيدة جداً بكل أشقاء العرب بقول لهم أهلاً وسهلاً دايماً أو أي حد عند مشكلة أقول له كلمني يعني إحساسي أن هم جايين بيتي فأنا سعيدة جداً بوجودهم طبعاً في الساحل الشمالي ويا رب يكونوا موجودين دايماً في كل بقاع مصر نخرج فاصل وناركاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة